بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا الفيديو رح أتكلم عن أفضل خمس تطبيقات لتعديل الصور على الهاتف وإضافة التأثيرات لعام 2019 التطبيق رقم خمسة هو تطبيق سناب سيد هو تطبيق قوي لتعديل الصور وتم تطويره من شركة جوجل واللي بيحتوي على العديد من الخصائص والميزات المجانية بالإضافة أنه لا يحتوي على إعلانات مزعجة بيحتوي التطبيق على واجهة استخدام سهلة وبسيطة مجرد ما تفتح التطبيق رح تقوم باختيار الصور اللي بدك إياها وبإمكانك إضافة تأثيرات المختلفة بالإضافة إلى 29 أداة بتساعدك بتعديل الصور ومن خلال خيار إكسبورت بإمكانك حفظ الصورة أو مشاركتها التطبيق رقم أربعة هو تطبيق فوتو دايركتور هو تطبيق لتعديل الصور متعدد الاستعمالات بعد ما تفتح التطبيق رح يوفر لك عدة خيارات منها التقاط الصورة من الكاميرا والتعديل عليها ونشرها على وسائل التواصل أو تعديل الصور المحفوظة في جهازك بيوفر لك التطبيق التعديل على الألوان والسطوع وإلى آخره من الأدوات بالإضافة إلى إضافة تأثيرات على الصورة بإمكانك حفظ الصورة بالضغط على إيقونة الحفظ في الأعلى التطبيق رقم ثلاث هو تطبيق فوتور فوتو اديتور هو أحد أفضل التطبيقات والموصى به لتعديل الصور على الأندرويد والذي يحتوي على العديد من الأدوات والتأثيرات لتحسين الصورة التطبيق بيوفر لك عدة خيارات لاختيار الصورة من الكاميرا أو الصور المحفوظة على جهازك وبيوفر لك التطبيق مجموعة واسعة من الأدوات والتأثيرات والتحسينات لتعديل الصور بإمكانك حفظ الصورة بعد التعديل بالضغط على خيار حفظ في الأعلى التطبيق رقم اثنين هو تطبيق بيك آرت فوتو ستيديو التطبيق غني عن التعريف وهو من أفضل التطبيقات ومن أشهرها لتعديل الصور يلي تعدى 100 مليون تحميل التطبيق بيوفر لك قائمة كبيرة جدا وواسعة من التأثيرات بالإضافة إلى أدوات كثيرة لتعديل وتحسين الصور بشكل احترافي التطبيق لا يمكن شرحه في فيديو واحد بسبب كمية الإمكانيات اللي بيحتويها والموجودة على برامج تعديل الصور في الحاسوب التطبيق رقم واحد هو تطبيق فوتوشوب إكس بريس هو تطبيق من تطوير شركة أدوبي المعروفة ببرنامج أدوبي فوتوشوب على الحاسوب ولكن هالتطبيق تم تطويره بواجهة بسيطة ومصغرة وبإمكانيات قوية وممتازة في تعديل الصور والجيد في التطبيق إنه مجاني ولا يحتوي على إعلانات مزعجة بعد فتح التطبيق بتقوم باختيار الصورة يلي بدك تعدلها وبوفر لك قائمة كبيرة جدا من التأثيرات على الصور بالإضافة إلى أدوات كثيرة في تعديل الصور وتحسينها وتحسين الإضاءة والكثير الكثير من الأدوات وبإمكانك حفظ الصورة بعد الانتهاء من التعديل عليها من خيار نيكست في الأعلى هيك بنكون كمنا شرحنا لليوم بتمنى يكون الشرع عجبكم وإذا عجبكم يدعمونا بلايك وشير للفيديو واعطونا أراءكم واختراحاتكم في التعليقات بنشوفكم في الشرحات القادمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته